كتير بنسمع تحذيرات الدكاترة ومتخصص التغذية عن ملح الطعام وإننا ما نسرفش في استخدامه وخصوصا لأصحاب الضغط غير المنتظم بس في وقت التحذيرات دي ظهر ملح الهيمالايا أو الملح الوردي أو السحري وده لإنه بيحتوي على سحر بدون مبلغة فويده كتير وعنصره كتير ومعلومات أكتر هنتعرف عليها في حلقة النهاردة عن الملح الوردي فتابعونا يعتبر ملح الهيمالايا أنقنوع للملح متاح على وجه الأرض على عكس ملح الطعام العادي واللي بيتعالج كيميائيا فالملح البلوري الوردي بيعتبر ملح غير ملوث بالسموم أو الملوثات وعشان نتعرف على الملح الوردي الأول لازم نعرف هو بيستخرج منين وده حيدلنا على حاجات كتير فالملح الوردي بيستخرج من جبال الهيمالايا وكمان تم اكتشافه في مناجم الملح في أقليم البنجاب الباكستاني وبيقع على بعد 300 كم من جبال الهيمالايا ومزاق الملح الوردي بيختلف عن الملح العادي حتى ملمسه فهو أكثر خشونة من الملح العادي الملح الوردي بيتكون من كلوريد السوديوم وكمان بيحتوي على معادة ندرة ومختلفة يعني فيه حوالي 84 معدن منها الماغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وعلى الرغم أن السوديوم له سمعة سيئة بالنسبة للصحة بس ده ما يمنعش أنه بيعمل على استرخاء العضلات وبيحافظ على التوازن ومنع جفاف الجسم نهائيا ومنع انخفاض ضغط الدم ومن فوائده الكتير كمان أنه مش بيستخدم في الطبخ بس ده كمان بيستخدم في تدليك الجسم زي ما قلنا أنه بيحتوي على ما يقرب من 84 من المعدن الندرة وبتؤدي المواصب على استخدامه كبديل لملح الطعام العادي لفوائد كتير زي أنه بينظم الماء بشكل طبيعي في الجسم وتحسين صحة جيوب الأنفية فملح الهيمالية بيحتوي على أيونات سالبة بتؤدي عند استنشاكه لتنظيف جيوب الأنفية من المخاط وطبعا بيقضي على البكتيريا فبيؤدي لتخفيف الالتهاب كمان الملح الوردي بينظم النوم وبيكافح القرق فعند استنشاك ملح الهيمالية بيساعد على نظافة مجرى الهواء في الجسم وبالتالي التنفس بيبقى جيد وده بيسبب الهدوء ومن الهدوء هتعرف تنام كويس كمان بيدعم صحة الجهاز التنفسي لمرضى الرابو وبيزبط مستويات السكر في الدم وبيقلل علامات الشيخوخة وبيساعد على الهضم عن طريق امتصاص جزيئات الطعام في الأمعاء وبيمنع تقالوسات العضلات وبيقوي العظام ولأنه مختلف تماما عن ملح الطعام العادي فهو بيزبط ضغط الدم وبيطرد السموم وبينقي الهواء ودلوقتي اتجه أكتر من شخص للاستفادة منه ودخل في صناعات كتير فممكن تلاقي مصابيح ملح الهيمالية علشان تنقي الهواء من التلوث ونتيجه فعلا مبهرة والمصابيح دي بتتسمى فيتامين الهواء وعشان تطرد السموم من الجسم بينصح بالاستحمام بماء مزاب فيه ملح الهيمالية ولأن كل شيء في المتوسط كويس فاكتشف العلماء أضرار الإفراط في أكل أو استخدام الملح الوردي فيمكن بسبب الإفراط في تناول ملح الهيمالية إنه يسبب أضرار كتحفيز أمراض زي ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلا المزمنة وبعض أمراض العظام معلومات وفوايد دايما بنجيب لكم المفيد فتابعونا عشان تتعرفوا على سلسلة أملاح من الطبيعة كان معيكم روشا رجل اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات